جولت يعني جول الأول دخل خلاص ما بين الجول الأول والجول التاني مسافة قريبة جدا بس الزمالك كان مازال متلغبط في عشوية كبيرة جدا في التنظيم في الفريق سواء دفاعين أو هجومين الزمالك يا كريم اتلعب عليه في الكور السابتة ثلاث كور وارا بعض أو أربع كور في خلال ثلاثين دقيقة بنفس الطريقة على البعيدة لأطول واحد لو اسمه عادل تاييف اللي جاب الهدف التاني ولعبت الزمالك كلها مش واخد بالها واللي أنا كنت مستغربه وقفت لعب الزمالك في العرضة البعيدة ان انت موقف اتنين مش مميزين بضربات الرأس تعالنا نتفرق على دي كانت أول كورنر خالص في المباراة لما نيجي نشوف الفريم اللي بعده على طول عاوز أوريك صورة مهمة جدا شايف الراجل اللي لابس جازمة حمرة اللي هو جنب الحكم ده الراجل ده كريم هو اللي أحرز الهدف التاني بتاع نهضة بركان لزي ما انت تتفرج هنا مين اللي وقف على العرضة البعيدة هتلاقي محمد شاحتها هتلاقي احمد فتوح شايف الراجل اللي جنب الحكم ده الراجل ده اتلعب عليه كورة تلات مرات لحد من رابعة جاد جون ده أول كورنر هنشوف نكمل بقى الفريم اللي بعده الكورة هتتلعب على البعيدة الراجل أم داخل بص كم لعيبة من نادي الزمالك تلات لعيبة من نادي الزمالك على لعيب من نهضة بركان والراجل أم طلع خد الكورة بتاع نهضة بركان نكمل الفريم اللي بعده نزلت على طول الكرة التانية للراجل بتاع ناضي بركان على قصة 18 نكمل الفريم اللي بعده وقام الراجل شايتها ودي كانت أول كرة في المواتش من الكرة عم يتلعب على البعيدة طب تعال نشوف الكرة اللي بعدها زي ما انت شاف كده الكرة اللي نزلت التانية على طول الراجل اللي قم 13 بيجي من بعيد دي أول واحد الكرة اللي بعدها على طول زي ما انت شاف هنا عواد طلحها ودي كانت أول كرة خالص في المباراة بعدها بالزبط الفول عاوزك تتفرج مين اللي واقف أحمد حمدي وأحمد حمدي وميز في دربات الرأس أحمد حمدي عمره مكام وميز في دربات الرأس نفس الفاولة كريم لما تيجي تتفرج اتلعبت الكورة العالية نفس الراجل طلع لعيب رقم 13 ومواخد الكورة برضو من أحمد حمدي واللعيب اللي جنبه أحمد حمدي اعتقد ده كان محمد شحاتة وقامت الكورة برضو طرعت تانية فالرجل خد كورتين نيجي بقى نتفرج على الهدف التالت نفس الكلام هنا هنا بقى الهدف التالت ده أنا بحمله لأحمد فتوح الهدف التاني سوري بحضر الحالة التالتة بحمله لأحمد فتوح لي أما تيجي تفرج هنا يا كريم على الكورة أول ماركورة هتترد الراجل هيلعب الكورة لصراحة لعيب رقم سبعة كان مميز جدا لعيب رائع هنا بقى عاوز أقولك حاجة غريبة جدا من أحمد فتوح بص يا كريم الكورة لما تنزل التانية الكورة هنا أحمد فتوح والراجل الكورة جاء بسرعة بشكل كبير جدا لما نكمل للفريم اللي بعده انت قولي يا كريم هنا انت هنا انت قولي ممكن لعيب زي ده ممكن نرجع فيريم اللي قبله معلش فيريم اللي قبله هتقول هنا قولي انت ايه الخطورة اللي ممكن يعملها اللعيب ده لو هو زي بقى انت بتقول بيه هنا بقى أحمد فتوح أقولك المفاجئة كمان طيب يا سيدي حيعدي يعني أعتبرناه هيعدي هيرجع تاني للكور ده مفيش حد في مطقتك زغل واحد بالزبط كده هو ده اللي أنا بقى لك عليك وحمد فتوح لعيب كبير قوي فاكة لما كنت معاك قلتلك رامي ربيعة بيعمل فاولات عمل واحدة المازينبي قلتلك لما تروح تونس والجزائل ومغرب محدش شرحه الفاولات المجانية دي بالزبط ايه حداية مجانية قادي أحمد فتوح نشوف الفريم اللي بعده الراجل حط دهر له كرة بص وشه للكورنر ويمينه للقاوت وما فيش حد وراء اخره ايه هياخد الكرة يدوس عليها ميت ميت هيجي لك مسندق قطع كرة خرجة خرجة بالزبط كده قام فتوح دايز بس عارف اقولك ليه عشان دهل عيب حريف وداي أحمد فتوح في المطش فعصف فتوح مع ان فتوح لعب على معلم كبير قوي اسم واشرف حكيمي ومغربي برضو بس كان اهدى من كده بكتير ودي الفاول العمله فتوح نكمل الفريم اللي بعده عطول ام فتوح زق الراجل وام خد الفاول تعال بقى نتفرج على الفاول اللي لسه نمكلمك ان ثلاث فاولات قبلها كوردارين وفاول احلعه برضو على الزاوية البعيدة نفس بص يا كريم الوقفة بتاعة لعبة ناوضة بركان بص الراجل اللي واقفه ورا سامس وفيه اتنين لعيبة واقف ورا سامس الكرة هتتلعب العرضية البعيدة اول ما هتتلعب برضو الراجل اللي جاي من بعيد نكمل الفريم اللي بعده الراجل هيجي بمنتهى السهولة برضو على الكرة البعيدة وطلع خد الكرة من لعبة الزاوية للمرة الرابعة في تلاتين دي الكرة تتلعب على العرضة البعيدة لغاية لما الراجل بيجيب جون تلات او اربع مرات كرة تلعب على العرضة البعيدة ولعبة الزاوية مش قادرة تتخلص من المشكلة دي لغاية لما احرز الهدف التاني اخطاء متكررة